بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا مسلم هل لك حاجة؟ عندك حاجات من حاجات الدنيا والآخرة؟ هل ضاقت عليك الدنيا بما رحبت؟ هل أغلقت في وجهك أبواب؟ هل أنت مهموم أو مكروب؟ هل ضيق عليك في رزقك؟ هل تخاف على نفسك من شيء؟ أو على أولادك؟ هل تطاردك هموم أو تعيش في غموم؟ هل تطلب ولدًا أو وظيفة أو نصرة؟ هل لك نعمة؟ تريدها؟ أو دفع سوء أو جلب منفعة؟ الحل عندك وبين يديك؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء من لم يسأل الله يغضب عليه وقال ربكم دعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الدعاء هو العبادة هذا الدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم إظهار الافتقار إلى الله التبرؤ من الحول والقوة الاعتراف لله بالعبودية وسؤاله بالربوبية واستشعار الذلة بين يديه الطلب والإلحاح والاضطرار إلى الله وكذلك الإخفاء والسؤال بالأسماء الحسنة وإذا نظرنا إلى أدعية القرآن والسنة سنجد أنها تدور على خيري الدنيا والآخرة فمن أدعية القرآن وأول دعاء في القرآن إهدنا الصراط المستقيم فلما سألوا الله بربوبيته رب العالمين وأسمائه الحسنى الرحمن الرحيم ومجدوه وعظموه بأنه مالك يوم الدين وأقروا بالعبودية له والاستعانة به سألوه الحاجة إهدنا نسألها أكثر من سبعة عشر مرة نسألها أكثر من سبعة عشرة مرة في صلواتنا لماذا؟ لأننا نحتاج إلى الهداية ولو كنا في هداية فنحتاج إلى المزيد من الهداية الهداية درجات وإذا كنا في هداية فنحتاج إلى الثبات على الهداية لأن القلوب تتقلب ولذلك نحن نسأل الله الهداية باستمرار وهناك هداية في مسائل العقيدة والإيمان وهداية في أحكام الفقه والحلال والحرام وهداية لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو من أدعية القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قالها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تقبل منا ماذا كل عمل صالح والله يعلم ماذا يعملان تقبل منا الآن لاحقا تقبل منا ما نقوم به في هذه اللحظة وما قمنا به سابقا وما سنقوم به تقبل منا عاما إنك أنت السميع أي لدعائنا العليم بحالنا وتقصيرنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تنفي عن العبد العجب والغرور والاغترار بالعمل تقبل منا هذه التي فيها الخوف من رد العمل أدعية الأنبياء في القرآن كلها ربي وربنا لأن الرب القادر والداعي يريد أن يسأل القادر على الإجابة ولذلك ربنا أربي والمقصود يا ربنا وحذفت الياء للتخفيف ما عدا موضعين في القرآن وردت وردت يا ربي بياء النداء وكان فيهما شكوى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون والشكوى يناسبها مد الصوت بحرف النداء ربنا فيها تضرع وإظهار التعبد تقبل منا لم يذكرا العمل لأن المهم القبول أيًا كان نوع العمل من أدعية القرآن أيضاً ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يجمع كل خير في الدارين وقيله وأجمع دعاء وأكمله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه فقد سأل قتادة أنساً أي دعوة فقد سأل قتادة أنساً رضي الله عنه فقال له أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قال قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه رواه البخاري ومسلم لأنها جامعة لخيري الدنيا والآخرة آتنا في الدنيا حسنة حسنة الدنيا متعددة صحة عافية الزوجة الصالحة الأولاد البررة الدار الواسعة العلم النافع المركب الهنيء الثناء الجميل سعة الرزق وحسنة الآخرة نور الوجه وبياض الوجه يوم الدين يوم تبيض وجوه إتاء الكتاب باليمين تخفيف الحساب في ظل العرش السقية من الحوب النجاع على الصراط ثقل الميزان وأعظم الحسنات رؤية وجه الله في الجنة أعظم حسنات الآخرة ودخول الجنة من أذية القرآن يا إخواني رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون الاستعاذ الالتجاء الاستجارة الامتناع بالشيء التحصن وهكذا يستعيذ بالله فيلتجو إليه ويمتنع به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أستجير بالله من أي أمر يضر بديني أو دنياي أعوذ بك وأعتصم متبرئ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أنت سبحانك وأعداؤنا منهم من لا نراهم كالشياطين إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم فما حيلتنا في مواجهتهم الاستعاذ بالله أعوذ بك من همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم هذا لا تنفع معه الحيل هذا العدو المبين الباطني الذي لا نراه ولا يمكن دعوته ولا مصانعته ولا مداراته ما ينفع معه إلا الاستعاذ بالله من شره ولذلك أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وكما قال في الآية الأخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في الآية وأعوذ بك ربي أن يحضرون ما قال يحضرون في إيش لأن المقصود العموم أعوذ بك ربي أن يحضروني في أي أمر من أموري الهمزات هذه تضر همزات الشياطين الشياطين تطعن تخترق ولذلك أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون لهم وساوس لهم إضلال لهم إضلال وهذا دعاء عظيم للسلامة من شر الشيطان بل الشياطين عموما من أدعية القرآن لما توسل المؤمنون بالإيمان وقالوا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ثم يتوسلون إلى الله بالإيمان وسؤال الله بالعمل الصالح مشروع وهم يقولون ربنا 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 فاغفر لنا ذنوبنا كلها وأعف عنها وتجاوز وامح آثارها والذنوب هي المعاصي تشمل كبائر وكفر عنا سيئاتنا استرها لا فضيحة ولا عقاب وتوفنا مع الأبرار اجعلنا في حكمهم وجملتهم مصاحبين لهم في نعيمهم اقبضنا إليك واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الأبرار وقنا عذاب النار وآتنا ما وعدتنا على رسلك من حسن الجزاء من النصر في الدنيا والجنة في الآخرة ولا تخزن يوم القيامة بالنار إنك من تدخل النار فقد أخزيته من أجعية القرآن ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يسألون الله أن يثبتهم على الصراط أن لا ينحرفون بأن لا ينحرفوا وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا وتزيدنا بها إيمانا إنك أنت الوهاب تهب الخير لمن تشاء من أدعية القرآن وهذه من الأدعية العظيمة دعاء الأربعين ولا يعني أن من ليس في الأربعين لا يدعو به لكن يتأكد على صاحب الأربعين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي متى؟ لما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ماذا قال؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سن الأربعين مبلغ الرجول والكمال بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وتناهى عقله وكمل فهمه قيل المسروق متى يأخذ الرجل بذنوب قال إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك وكذلك أوزعني أي ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي سؤال شكر النعمة التي أنعمها علي أو عليك هذه واضحة طيب وعلى الوالدين ما مناسبتها؟ نعمة نعمة على الوالد استفاد منها الولد أنت من أين أكلت وشربت من أين لبست من أين سكنت من نعمة الله على والدك فاستفت أنت منها تغذيت على لبن أمك فاستفت من نعمة الله على والدك وأخذت من حنانها ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي لأنك استفت من نعمة الله على والديك وأما بنعمة ربك فعدث الشكر كما قال ابن قيم مبني على خمس قواعد خضوع الشاكل المشكور وحبه له واعترافه بنعمته وثناؤه عليه بها وأن لا يستعملها فيما يكره بل يستعملها فيما يحب هذه قاعدة شكر النعم وأن أعمل صالحا ترضاه يعني في مستقبلي وتتقبل مني الأعمال وتثيبني عليها وأصلح لي في ذريتي مثل ما أنعمت على والدي أصلح لي في ذريتي نسلي وعقبي وأولادي وأحفادي ومن تناسل مني أصلح لي في ذريتي يدعو لنفسه ولقرابته هذا من صلة الرحم أن تدعو لقرابتك إني تبتو إليك خلاص رجعت من المعاصي أقلعت عن الذنوب وإني من المسلمين المستسلمين الخاضعين لك ما أعظم دعاء الأربعين تذكروا يا عباد الله دعاء الأربعين عمر بن عبد العزيز قال تمت حجة الله على ابن الأربعين فمات وهو ابن أربعين ورأى في منام قائلا يقول له إذا ما أتتك الأربعون فعندها فاخشى الإله وكن للموت حذارا هذا رأى في النوم من أدعة القرآن العظيم دعاء نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات انظروا إلى الأولويات الترتيب المدهش رب اغفر لي بدأ بنفسه ولوالدي لعظم حقهما ولمن دخل بيتي مؤمنا من الذي يدخل بيتك أقاربك وإخوانك في الله وللمؤمنين والمؤمنات عموما السابقين واللاحقين فراعى حق الأخوة في الله ولعلك إذا استغفرت للمؤمنين والمؤمنات يا عبد الله يكون لك بكل مؤمن وممنا حسنة الله مغفر المؤمنين والمؤمنات من أدعية القرآن وقليل من يفهمه ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة هل فكرت يا مسلم يا عبد الله أنت تختل في رمضان وفي غيرها ما هو مدخل الصدق ما هو مخرج الصدق هل فكرت ما هو مدخر الصدق وما هو مخرج الصدق ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصيرة الصدق الصدق مع الله الصدق هو الحق الصدق معروف والمعنى مدخلا ترضاه ومخرجا ترضاه لكن مخرج إيش ومدخل إيش أنت تدخل بلدك وتخرج منها صح؟ أنت تدخل بيتك وتخرج منه ليس كذلك؟ أنت تدخل في أعمال وتخرج منها وظايف صفقات وتخرج منها أنت تدخل في علاقات وتخرج منها ليس كذلك؟ أدخلني مدخل صدق دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكانت مدخل صدق وحصل له التأييد والضفر كان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء ودعه يخشى أن لا يكون المخرج مخرج صدق هو خارج من بيته أنت تدخل السوق وتخرج من السوق ليس كذلك؟ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق في أشياء مادية تدخل فيها وتخرج منها وأشياء معنوية تدخل فيها وتخرج منها علاقات واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرة في ناس دخلوا في أشياء وتورطوا فيها الدعاء هذا مهم واجعل لي من لدنك سلطانا حجة وبرهانا ونصرا على من عاداني من أدعية القرآن دعاء إبراهيم عليه السلام وما أجمل أدعية الخليل رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ثم قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنو إلا مثل الله بخلب سليم رب هب لي حكما علما أعرف به الحلال والحرام والحق والباطل السنة والبدعة حكما هبني حكما أعدل به بين الأنام إذا حكمت الأب يحكم بين أولاده المدرس يحكم بين طلابه والقاضي يحكم أنت ما تخلو من أحوال تحكم هب لي حكما وألحقني بالصالحين ممن أنعم الله عليهم قال عليه الصلاة والسلام توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين واجعل لي لسان صدق في الآخرين ثناء جميلا وذكرا حسنا يثنى علي به ويقتدى به في الخير وحصل لإبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة يأتم به الناس وتركنا عليه في الآخرين سيرة موجودة مذكورة غير خافية يعرفها الناس يأخذ من الدروس العبر يقتدون بالخليل وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين قال واجعل لي من ورثة جنة النعيم أهل الجنة التي يورثهم الله إياها ولا تخزني يوم يبعثون بالفضيحة وعذاب النار يوم لا ينفع مال ولا بنون لمن أطلاء بقلب سليم من الشبهات والشاوات المحرمة من أدعية القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأو في الرحيم هذه من أدعية التابعين يدعون بها للصحابة وأدعية المؤمنين يدعون بها لكل من قبلهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون في الإيمان وهذا الدعاء لتنظيف القلب من الشحناء والإحن والبغضاء للمؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذي في قلب غل على الصحابة فإنه ليس بتابع بإحسان بل هو مجرم يستحق أخذ الله له من أدعية القرآن دعاء آدم حوى ربنا ظلمنا أنفسنا في إقرار واعتراف الله يحب هذا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي الله يحب الاعتراف بالذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هذا يتضمن الطلب يتضمن الطلب أن يغفر الله له ونختم بدعاء من أدية القرآن وهو دعوة امرأة فرعون رحمة الله عليها ابني لي عندك بيتا في الجنة اختارت الجار قبل الدار ابني لي عندك بيتا في الجنة ما أعظم الدعاء وبالجوار تغلو الديار وترخصه والجار أهم من الدار في كثير من الأحيان فإذا كانت الدار في جوار الكريم الغفار كيف تكون فلا إله إلا الله ما أعظمها من دار في جوار العلي الغفار سبحانه وتعالى اتنسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله